السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غزوة بدر الكبرى او يوم الفرقان كانت في 17 رمضان في العام التاني للهجرة وهي اول معارك الاسلام الفاصلة وسميت بمعركة بدر نسبة للمكان اللي كان فيه المعركة المعركة الوحيدة اللي تواجه فيها جبريل عليه السلام بابليس وكانت معركة شرسة جدا وكان اعداد المسلمين قليل واعداد مشركي قريش كانوا كتير وربنا من كتر القلق اللي كان فيه المسلمين في ليلة المعركة انزل عليهم النعاس من السماء والمعركة اتسمت بالفرقان لانها فرقت بين الحق والباطل وكان اول نصر للمسلمين وهي من اعظم المعارك اللي خضها المسلمين واللي اراد بها ربنا سبحانه وتعالى انه يقوي ويعلي من هيبة المسلمين بين قبائل العرب فلما اشتد الازى على المسلمين في مكة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية بانه بيهاجر من مكة الى مكان في نخل كتير فعرف انه هيهاجر للمدينة لان المنطقة اللي فيها نخل كتير ديت هي يثرب وبدأ النبي يخطط للهجرة للمدينة فانتظر لغاية مجاحه الجاج من المدينة لمكة علشان يحجه وكانوا ست اشخاص فعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام فاسلموا واسلم معاهم عشر رجال كمان كانوا من الاوس والخزرج فبيعوا النبي وكانت باعة العقبة الاولى ورجعوا المدينة وعلموا الناس الاسلام ونشروا الاسلام لغاية منتشر الاسلام في المدينة وجاء وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة فظهر ابليس لاول مرة لمشركي قريش فتمثل على شكل رجل اعرابي ورح لقريش واعطاهم رأي انهم يقتلوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قبل هجرته ووفق على الرأي ده ابو جهل ومن معه وخططوا انهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي عرف بخطتهم واتفق هو وسيدنا علي ابن ابي طالب عليه السلام انه ينام في فراش النبي وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر ومجموعة كبيرة من الصحابة للمدينة المنورة ويسابوا اموالهم وكل ممتلكتهم في مكة وبعد فشل قريش اخدوا اموال المسلمين وبدأوا يتاجروا فيها واسندوا امر التجارة دية لمين لابو سفيان ارسلوه بقافلة فيها اموال المسلمين للشام واخد القافلة باربعين شخص فقط يحرسوها ودي كانت استهانة بالمسلمين وثقة في النفس زيادة وعرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالامر فاخد مجموعة من 150 ل200 شخص عشان يعترضوا القافلة دية ويرجعوا فلسهم اللي اتخدت منهم وسيدنا محمد كان استقر هو واللي معاه في منطقة اسمها ذا العشيرة لكنهم وصلوا متأخرين كانت القافلة مرت من ايام ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولما اقترب رجوع العير اللي هي بتاعت ابو سفيان ارسل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة ابن عبيد الله وسعيد ابن زيد عشان يتأكدوا هل القافلة رجعت ولا لا وراحوا المنطقة اسمها الحوراء وقعدوا هناك لغاية ما شافوا القافلة رجع لكن ابو سفيان كان حاطت مرأبين علشان يشوفوا هل حد مرأبهم هل في حد ممكن يعترضهم كان في الوقت ده طلحة وسعيد ابن زيد رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروهم برجوع العير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه عير قريش فيها أموالهم فخرقوا إليها لعل الله ينفلكموها ولم يعزم على أحد بالخروج لأنه ما كانش متوقع أنه خارج للقتال في معركة مع قريش ولكن علشان يردوا أموالهم اللي أخدوها منهم ظلما وعدوانا وبالتالي فضل كتير من الصحابة في المدينة فسيدنا محمد جهز جيش لمجرد أنهم يعطردوا القافلة وياخدوا فلسهم وقال للصحابة اخرجوا لعل الله يرجع أموال المسلمين لهم وبعض الصحابة قاموا واستعدوا بحاجات بسيطة جدا لأنهم كانوا عاوزين يرجعوا فلسهم بس وما كانش في خيالهم أنها تكون أعظم معركة في التاريخ تجهزوا تجهيز بسيط وتجمع 319 رجل 61 من الأوس و 170 من الخزرج والباقي من المهاجرين وكان موجود فرسين بس فرس الزبير بن العوام وفرس المقداد بن الأسود الكندي والرسول أسمهم لمجموعتين المهاجرين وأعطى العلم بتاعها لعلي بن أبي طالب والأنصار وأعطى علمها لسعد بن معاذ وأعطى لواء القيادة العامة لمصعب بن عمير وكان لون اللواء أبيض وكان معاهم سبعين بعير فكان كل ثلاثة بيتنوبوا على بعير واحد وكان أبو لبابة وعلي ابن أبي طالب ورسول الله يتنوبون على بعير واحد فأرادوا أنهم يسيبوا درهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم خبر الجهة اللي هو ريحها ووصلوا لمنطقة بيوت السقية ورجع بعض الصحابة على شان صغار سن ومنهم البراء بن عازب وعبد الله بن عمر ومنهم اللي سمح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالرجوع وقبل ما يوصلوا لبدر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر الجهني وعدي ابن أبي الزغباء وكانوا من الأنصار عشان يترقبوا وصول القافلة وجلسوا في بدر ينتظروا القافلة وفي الوقت ده راح للنبي وقال معاه رجل من المشركين وكان مخيف جدا وكانت قريش بتخاف منه وقال أنا أقف معكم ضد قريش فاستبشر استحابه وفرحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل تؤمن بأنه لا إله إلا الله وأني رسول الله فرد الرجل وقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أستعين بمشرك لكن الرجل لم يستسلم وحاول أكتر من مرة وفي كل مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له تؤمن أولا وإلا فلا وأخيرا قال أؤمن بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله وحده لا شريك لك فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذن فانضم لنا فانضم الرجل فعلا للجيش وكان عودي وعمر بيرقب القافلة فلمحوا القافلة جاية في طريق عودتها فرجوا للنبي وأخبروه ولكن أبو سفيان وقف بعيد عن بدر عشان يشوف في حد مترصد لهم ولا لا وصل لبدر علشان يشوف في حد كان بيرقبهم ولا لا وسأل أهل بدر لكنهم قالوله إننا ما شفناش غير رجلين بس وما نعتقدش إن وراهم حاجة فقال لهم أروني مناخ ركابهما يعني المكان اللي كان فيه الفرس بتاعهم فرح للمكان ده ولقى روث فمسكوا وفتتوا ولقى نوى دخل الروث فقال هذا والله علائف يثرب فعرف إنهم من المدينة إذن هم من عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان أبو سفيان ذكي جدا ولماح فرجع وحول طريق القافلة للساحل لأنه شعر إن القافلة بتاعته في خطر وبعد ضمضمة ابن عمر لكريش بيستنجدهم وقال والله إن عيون محمد علينا وهو ناوي يهاجم القافلة فذهب فعلا ضمضمة ودخل مكة على فرسه بالعكس وجدع أنف بعيره وشق قميصه من قبل ومن دبر يعني مزقه أطاعه ووشه كان مليان بالدم ودخل مكة وهو بينادي بأعلى صوته يا معشر قريش الغوث الغوث إن محمد اعترض القافلة لكن الكلام ده ما حصلش ولكن ده معناه إنه بيستنجد بقريش وسمع أبو جهل النداء وقال هذا يومك يا محمد والله لا نرجع إلا برأسك فجهزوا دفوف الحرب وغنوا بهجاء المسلمين وجهزوا جيش من 1300 رجل بالأسلحة ومعهم 600 درع لكن في الجانب الثاني لما تأكد أبو سفيان من سلامة القافلة أرسل لزعماء قريش وكان في الوقت ده في الجحفة أرسل لهم برسالة أخبرهم فيها بنجاته ونجات القافلة وطلب منهم العودة لمكة يعني ما يجوش إلا إن أبو جهل اعترض وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان وتسمع بين العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا واللي زود من تصميمهم إنهم عرفوا إن جيش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 300 رجل وهم 1300 ومعاهم 100 فارس و100 ناقة ووصل سيدنا محمد لبدر وعرف باللي حصل من قريش والأمر اتحول من اعتراض قافلة لمعركة فتوتر الصحابة جدا وكان الكل خايف لأنهم عارفين عدد المشركين وأنهم متجهزين للحرب وأن عدد المسلمين نفسهم صغير ومش مجهزين للحرب وخافوا من اللقاء الدامي فنزلت فيهم آيات من سورة الأنفال عشان تصف حلهم في الوقت دا بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير الذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون وأجمع على تأييد فكرة التقدم لملاقات العدو ومنهم أبو بكر وعمر بن الخطاب والمقداد بن الأسود فقد قال المقداد بن الأسود وهو من الصحابة المهاجرين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك إلا أن هؤلاء القادة الثلاثة الذين تكلموا كانوا من المهاجرين وهم أقلية في الجيش فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعرف رأي قادة الأنصار لأنهم كانوا بيمثلوا الأغلبية بتاعة الجيش فقال أشير علي أيها الناس وقد أدرك الصحابي الأنصاري سعد بن معاز وهو حامل لواء الأنصار أدرك مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك فنهض قائلا والله لك أنك تريدنا يا رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أجل قال لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله وكان في بدر فوجدوا غلامين لقريش يستقيان للجيش فأتوا بهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسألوهما فقال نحن سقاط قريش بعثونا لنسقهم من الماء وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لهما كم القوم قال كثير قال ما عدتهم قال الغلامين لا ندري قال فكم ينحرون كل يوم قال الغلامين يوما تسعا ويوما عشرا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم القوم ما بين التسعماء والألف وعرف أن فيهم سادة قريش فأقبل الرسول إلى أصحابه قائلا هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها وبعد ما جمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المعلومات عن جيش قريش اتجه هو وأصحابه لبدر عشان يسبقوا قريش إلى الماء وعلشان قريش ما توصلش للماء قبلهم فيستولوا عليه وفجأة برق ورعد وأمطار غزيرة فرفع النبي يده إلى السماء وزل يدعي الله بالفرج ويقول اللهم إن تهلك هذه الفئة فلن تعبد في الأرض وظل المطر فأشار الحباب إنه المنذر عليهم بمشورة فكانت المدينة فيها أبيار كتيرة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيك يا رسول الله أن نردم كل الأبيار ما عدا اللي عندنا اللي ناحيتنا ونتقدم بالجيش ونخلي البير اللي فيه المية ورانا فلا يجدون ما يشربون ويحاربون من أجل الماء ونحاربهم من أجل الرسالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشور هذا فردموا الأبيار كلها وسابوا واحد بس وبعد كده أشار للصحابة بجثث سادة قريش وأماكنهم فاستبشروا لأنهم تيقنوا من أن ذلك وعد من الله وجه الليل ولم يستطع الصحابة النوم من هول ما سيحدث غدا فوجدوا صعوبة في النوم لكن الله نزل عليه من نعاس من السماء حيث قال الله سبحانه وتعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام قال القرطبي وكان هذا النعاس في الليلة التي كان القتال من غدها فكان النوم عجيبا مع ما كان بين أيديهم من الأمر المهم وكأن الله سبحانه وتعالى ربط جأشهم يعني هد نفسهم وثبت ألوبهم أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ظل يصلي ويبكي حتى أصبح قال علي بن أبي طالب ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح يعني كلنا ما شفتش حد فينا إلا وكان نائم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فناموا مطمئنين مرتحين حتى من يحرسهم نام وصحوا وتوقعوا إن الأرض تحتهم طين لكنهم وجدوها نشفة لكن المشركين كانت عندهم كلها طين صعب إنهم يتحركوا فيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش فجعل الشمس في ظهر الجيش وفي وجه جيش أعداءه عشان أشاعتها تؤذي أبصرهم وكان بيعدل في الصفوف وبيسويها عشان تكون مستقيمة ومترصة فشاف رجل اسمه سواد ابن غزية وكان خرج من الصف فضربه في بطنه ضربة خفيفة كده يعني يعني بيعدله وقال له استوي يا سواد فسواد رده وقال يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني أقدني يعني أعيز يقتص منه يعني فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال استقد فاعتنقه سواد فقبل بطنه يعني حضنه وقبل بطنه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله حضر ما ترى يعني أنت شايف اللي بيحصل فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك شوفوا الحب فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وكان رسول الله يحثهم على القتال ويحردهم عليه ومن ذلك قوله لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قول بخن بخ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال رسول الله فإنك من أهلها فأخرج عمير تمرات فكان بيكل منها ثم قال لأن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها إذن لحياة طويلة فرمى بها ودخل المعركة عشان يقاتل يعني قال على ماكل التمرات يا حياة طويلة أوي فدخل وقاتل لغاية ما قتل ومن تشجيعه صلى الله عليه وسلم إنه كان يبشر أصحابه بقتل صناديد قريش ويحدد مكان قتل كل واحد منهم كما كان يبشر المسلمين بالنصر قبل بدء القتال واستبشر المسلمين لما رأوا إنه قريش كانت بتعاني في المشي وهم أقدمهم ثبتة مش بيعانوا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم صف المسلمين الصف الأول وورا الصف الأول كانوا الرماه واصطف المسلمين وأمامهم المشركين وكان بين صفوف المشركين إبليس وكان على صورة سراقة ابن مالك وكان بيقولهم لا غالب لكم اليوم أنتم القوة العظمى لا غالب لكم اليوم من الناس وأنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه ونزل قول الله سبحانه وتعالى في القرآن يصف الحدسة دي بسم الله الرحمن الرحيم وإزين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عاقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وكان بيقول لهم إن دا يومكم وهم شايفين أنه سراقة وأخرج المشركين أفضل من عندهم للمبارزة مع المسلمين عشان كانوا قبل المعركة لازم تحصل المبارزة ديت فطلعوا أفضل اللي عندهم لهم كانوا مين عطبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عطبة ابن ربيعة ونادوا من يخرج لنا للمبارزة فقام ثلاثة من الأنصار هم عبد الله بن رواحة وعوف ومعوذ ابن الحارث فقال المشركين من أنتم فقالوا من الأنصار فردوهم وقالوا ما لنا بكم من حاجة وقالوا يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة وعبيدة ابن الحارث وعلي ابن أبي طالب أن يواجهوا المشركين فذهبوا فسألوهم من أنتم قالوا نحن من قريش حمزة وعلي وعبيدة فردوا عليهم وقالوا عرفناكم أكفاء كرام فتقدم حمزة وقاتل شيبة ابن ربيعة فتبارزوا واشتدت المبارزة وخرج حمزة وعلى سيفه الدم فكبر المسلمون وتقدم علي وبارز الوليد ابن عدبة واشتدت المبارزة وخرج علي برأس الوليد فكبر المسلمون وجاء دور أبو عبيدة وبارز عدبة وكان من أشد القوم في القتال وتبارزوا وضرب كل منهم الآخر ضربة قوية فتدخل علي وحمزة وضربوا عدبة فقتلوه وجروا أبو عبيدة لصفوف المسلمين ولكن ما مرش وقت إلى أن مات شهيدا وكان شايف المنظر ده عبد الرحمن بن عوف ونظر يمينه وشماله فمش لاقي غير طفلين في عمر 14 سنة وكان الطفلين دول هم معاذ ابن عمر بن الجموح ومعاذ ابن عفراء فاتمنى أنه كان يكون بين اتنين أكبر يساعدوه في القتال لأنه كده هيعتبر لوحده وعمال بيكلم نفسه ففي أثناء ما هو بيكلم نفسه كده أطعو أحد الطفلين اللي هو معاذ ابن عفراء فقال يا عم أين أبو جهل أنا سمعت أنه شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي أوسطني ألا أرجع للبيت إلا وقد قتلته فعرف مدى شجاعتهم وارتاح وعرف إنه مش لوحده وبدأ الجيشين يستعده ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده للسماء وقال يا رب اللهم أتني ما وعدتني وفضل يدعي لحد ما رداؤه وقع فمسكه أبو بكر وقال كفى يا رسول الله إن الله سيستجيب لك وسينجز لنا ما وعدنا حيث قال الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إني مبدكم بألف من الملائكة مردفين وحضرت البلائكة فإبليس شافهم إبليس اللي كان على هيئة مين سراقة بن مالك وشاف جبريل نزل من السماء وفضل ينظر للسماء هو خايف فهرب وأمسكه الحارس بن هشام فقال له يا سراقة أنت تشجعنا وتهرب الآن فقال سراقة إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أنا أرى الملائكة إني أخاف الله والله شديد العقاب واستغربت قريش على وضعه اللي كان بيشجعهم ودلوقتي بيهرب لكنهم ما كانوش عارفين إنه هو إبليس بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وهجم المشركين على المسلمين وما كانش المشركين بيتحركوا كصف واحد مداكا بسبب الطين وأول مقرب المشركين نزل الرماه وبدأ رماة المسلمين يرموا على المشركين وده أثر في المشركين ولخبط صفوفهم وهجموا وبعدين تراجعوا وبعدين هجموا مرة تانية وبعدين تراجعوا والمسلمين كانوا صمدين قدامهم ولما جم يهجموا المرة التالتة كانوا تعبنين جدا وعطشانين فأصبهم الرعب فهجم المسلمين وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم اهجموا عليهم فقد ضعفوا فهجم المسلمون وكان معهم الملائكة فكان المشركين بيشوفوا أشخاص لم يروهم من قبل وكان بين الأشخاص دي اتنين جنب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا بيقتلوا عن النبي ومن المواقف اللي حصلت ان عبد الرحمن بن عوف شاف أبو جهل فتذكر الطفلين اللي كانوا جنبه فندى عليهم بصوت عالي وقال هذا أبو جهل فهجموا عليه مرة واحدة الأول ضرب خيل أبو جهل فوقع الخيل والتاني ركب على راس الخيل بتاعت أبو جهل وطعن أبو جهل في رقبته فضربوا أبو جهل في كتفه فانقطعت كتفه إلا جزء صغير كان ماسك الكتف بجسمه فلما كان بيقاتل دراعه كان بيعطله فحط دراعه تحت رجله وأطعه ووصل القتال واستشهد من المسلمين أربعة عشر وقتل من المشركين سبعين وأسر سبعين وكانوا من قادة قريش وزعمائها ومن بين القتلة كان أبي بن خلف وأبو جهل يقول عمر رضي الله عنه أن ما أرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أماكن الجثث قبل المعركة هي هي لم يخطئ في واحد ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم على القتل من قريش فقال بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس وأخرجتموني وآواني الناس ثم أمر بهم فسحبوا إلى قليب من قلب بدر فطرحوا فيه ثم وقف عليهم فقال يا عطبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا فلان ويا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا فقال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم اللهم يا منزل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحزاب أهزم عدونا وأعنا وانصرنا عليهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات وارحمنا برحمتك أرحم الرحمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكرا لكم